مع كل قذف أثناء العلاقة الزوجية يخرج ملايين الحيوانات المنوية حوالي 200 إلى 300 مليون في إسواق لا يصدق نحو البويضة تبدأ الرحلة من عنق الرحم وهو بوابة الرحم هنا يواجه الحيوان المنوي تحديا كبيرا إذ يفرز عنق الرحم مخاطا كثيفا يعوق حركة الحيوانات المنوية ولكن في فترة الإباضة يصبح المخاط أرق مما يسهل المرور يتحرك الحيوان المنوي بسرعة فائقة حوالي 5 مليون في الدقيقة عبر الرحم وصولا إلى قناة فالوب حيث تنتظر البويضة لا يصل إلى هناك سوى حوالي 200 حيوان منوي فقط يستغرق الأمر ما بين 30 دقيقة إلى عدة ساعات حتى يصل إلى هدفهم الوصول والاختراق عندما يقترب الحيوان المنوي من البويضة تواجه عقبة أخرى الغلاف الخارجي للبويضة المعروف باسم المنطقة الشفافة يفرز الحيوان المنوي إنزيما خاصا يساعده على اختراق هذا الغلاف هنا تحدث معجزة أخرى بمجرد أن يخترق أول حيوان منوي البويضة تغلق البويضة غلافها تماما لتمنع دخول أي حيوان منوي آخر التخصيب وبداية التكوين بعد اختراق الحيوان المنوي للبويضة تندمج المادة الوراثية من النطفة والبويضة لتشكيل خلية واحدة تعرف بالزيغوت تبدأ هذه الخلية بالانقسام بشكل سريع أثناء تحركها عبر قناة فالوب نحو الرحم يستغرق هذا الانتقال حوالي 5 إلى 7 أيام الانقراس بداية الحياة في الرحم عندما تصل المضغة مجموعة الخلايا المنقسمة إلى الرحم تلتصق بجدار الرحم الغني بالدماء والمغذيات تبدأ هنا عملية الانقراس حيث تندمج المضغة مع بطانة الرحم لتأخذ الغذاء والأكسجين اللازمين لنموها تشكيل المضغة الأسابيع الأولى الأسبوع الثالث يبدأ تكوين الجهاز العصبي يظهر أنبوب عصبي صغير سيصبح لاحقا الدماغ والحبل الشوكي الأسبوع الرابع يبدأ الألب في النبض معلنا عن بداية دورة الدم الأسبوع الخامس تتشكل براعم الأطراف والعينين والأذنين الأسبوع السادس يبدأ الوجه في أخذ ملامح وتظهر براعم الأعضاء التناسلية الأشهر الثلاثة الأولى الأساسيات في هذه المرحلة الحرجة تتشكل جميع الأعضاء الرئيسية الدماغ ينمو بشكل سريع تبدأ الخلايا العصبية في إرسال إشارات كهربائية في نهاية الشهر الثالث يكون الجنين قد اكتسب ملامح بشرية واضحة مع بداية تشكل الأصابع وأظافرها الأشهر الثلاثة الثانية النمو والتطور الشهر الرابع يبدأ الجنين في الحركة وتظهر استجابة بسيطة للمس الشهر الخامس يبدأ تكوين الشعر الناعم الزغب ويبدأ الجنين في السمع الشهر السادس تكتمل الرئتان بشكل بدائي ويبدأ الجنين في تجربة حركات التنفس الأشهر الثلاثة الأخيرة اللمسات الأخيرة في هذه المرحلة يركز الجنين على النمو وزيادة الوزن تتطور الرئتان لتصبحا جهزتين للتنفس ويبدأ الدماغ في العمل بشكل أكثر تعقيدا في الشهر التاسع تكون كل الأعضاء مكتملة والجنين مستعد للحياة خارج الرحم الولادة نهاية الرحلة وبداية الحياة بعد رحلة تستمر حوالي أربعين أسبوعا يحين موعد الولادة ينطلق الجنين عبر قناة الولادة إلى العالم الخارجي ليبدأ رحلة جديدة مليئة بالتحديات من اتحاد خلية واحدة ينمو كائن حي متكامل يحمل في جسده تعقيدات لا حدود لها إنها حكاية الحياة درس في الإبداع الإلهي كل مرحلة في هذه الرحلة معجزة بحد ذاتها إن نجاح الحيوان المنوي في تخصيب البويضة وانقسام الخلايا بشكل مثالي وتطور الأعضاء الحيوية هو شهادة على روعة الخلق إذا كنت حاملا أو تفكرين في الإنجاب فتذكري أنك تحملين في داخلك أعظم قصة للحياة الحياة تبدأ بخطوة صغيرة لكنها مليئة بالعجائز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر